الرئيس السيسي ومالك الأردن يتوافقان حول مواصلة الجهود المشتركة من أجل تسوية الأزمات بعداد من دول المنطقة الرئيس السيسي يوجه بضم مساحة أراضي إضافية لمشروع أهلين ثلاثة لاستيعاب وتسكين أكبر قدر من الأسان ترامب يقول إن الانتخابات الأمريكية الأخيرة شهدت أكبر عملية تزوير في تاريخ البلاد ثانية صباحا منتصف الليل بتوقيت جرانيتش مجاز إخباري يأتيكم من القاهرة أهلا بكم طلق الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من ملك الأردن عبدالله الثاني حيث بحث الطرفان العلاقات الثنائية وتعزيز التبادل التجاري والتعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الاتصال بين رئيس السيسي والملك عبدالله شهد تبادل وجهات النظر حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية حيث تم التوافق بشأن مواصلة الجهود المشتركة من أجل تسوية الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة من خلال دعم المؤسسات الوطنية بها لاستعادة الأمن والاستقرار كما تناولت المباحثات مستجدات القضية الفلسطينية وكيفية حال حالة الموقف الراهن بخصوص عملية السلام في شرق الأوسط ودفع الجهود لاستئناف مسار المفاوضات وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بصياغة منظومة البناء الجديدة بشكل مكتمل الجوانب والتفاصيل على نحو يحقق حوكمة عمليات البناء والتوسع العمراني وذلك في إطار من المعيير الواضحة بما فيها التصميمات الهندسية والمراحل الإنشائية ومعيير تحديد ارتفاع المباني السكنية وخلال اجتماعهم على رئيس الوزراء ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعدد من الوزراء والمسؤولين أكد رئيس السيسي حتمية تطبيق تلك المعيير لتنظيم عملية البناء وإنهاء حالة العشوائية وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع تطورات مشروع أهلين ثلاثة موجها بضم مساحة أراضي إضافية للرقعة القائمة للمشروع وذلك لاستيعاب وتسكين أكبر قدر من الأسر والأهالي أدانت مصر في بيان لوزارة الخارجية الجريمة النكرة التي ارتكبها الحوثيون بحق المدنيين في مدرية الدرهمي بمحافظة الحديدة باليمن مما أصفر عن وفاة وإصابة عدد من الأبرياء من بينهم نساء وأطفال أعاد البيان تأكيد مصر على ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية تحفظ لليمن الشقيق وحدته وسيادته واستقراره وتخفف من وطأة الأزمة الإنسانية الممتدة التي تعصف به وذلك استنادا إلى المرجعيات الدولية المتفق عليها كما تؤكد مصر مجددا على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي في سبيل التصدي لكافة صور الإرهاب والعنف والتطرف تنطلق اليوم اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جينيف وكان المعبوث الأممي إلى سوريا جير بدرسون أعرب عن أمله في أن تصفر اجتماعات اليوم عن حصول تقدم فيما يخص بناء الثقة بين الجانبين للبدء في عمليات تبادل الأسرة والمعتقلين قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب سيتم في ديسمبر قادم وأكد حمدوك في لقاء مع التلفزيون السوداني أن بلاده ستحتاج لتطوير نظامه المصرفي والخدمة المدنية لمواكبة العودة للعالم مرة أخرى بعد رفع اسم السودان من القائمة مبينا أهمية تغليب روح القيادة الجماعية والعمل الجماعي لخلق سودان قوي معافي مشيرا إلى أن إرادة الشعب السوداني قادرة على تحقيق ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الانتخابات الأمريكية الأخيرة شهدت أكبر عملية تزوير في تاريخ الولايات المتحدة وأضاف ترامب لفوكس نيوز إن الإعلام الأمريكي تغاضى عن الخروقات التي حدثت لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة خلال الانتخابات مشيرا إلى أن بايدن لم يحصل على ثمانين مليون صوت وأن هناك مكينات تصويت نقلت ألاف الأصوات لبيدن بدلا منهم انتهى موجز الثانية ونحيط المسادة المشاهدين بأن تردد أكسترانيوز HD 12303 معدل الترميز 27500 ومعاملة لاستقطاب أفق إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر